اعتاد أبو عادل مضطر منذ بداية فصل الشتاء على استخدام مواد النايلون والبلاستيك لتدفئة أطفاله رغم الروائح المؤذية والدخان الذي ينبعث إبان احتراقها وما تسببه من ضرر وأمراض تصيب الجهاز التنفسية في الدرجة الأولى للأسف مقلة مواد التدفئة فصنع نضطر أن نجيب دائل عن الحطب والبيرين وغيره وصنع نجيب نايلون وبدك تجويج بار بك تدفئ أولادك ياما بدك تدفيهم بنايلون أو بدك تتعيفهم للبرد ياما بدين يمرضوا من البرد ياما بدين يمرضوا ندفيهم ويمرضوا من النايلون فعم نحاول جهد نايلون وندفيهم فهالشيء اللي الأسف عبين عنكس على صحتهم وعلى صحت الأطفال كبير شيء عبي بسبب له أمراض تنفسية اللي كان التهاب قصبات والرابو والمشاكل كثير بسبب أنه الولد عبي قد بقلب الغرفي والغرفي عبي يحترق فيها الأكسجين ومع بضل مجالة الولد غير ما يبي شعور عبي يمرض حالة مرضية موسمية عدة انتشرت في الآوينة الأخيرة في مخيمات النازحين رفقها ظهور إصابات بمرض التهاب القصيبات الشعرية دفعت بمنظمات وجمعيات طبية للاعتماد على عيادات متنقلة تستهدف المخيمات العشوائية البعيدة عن مراكز المدن والبلدات الحاجة الملحة هي وجود الإنترنت التنفسية الشائعة حالياً بفصل الشتاء سواء عند البالغين أو الأطفال التهاب القصيبات الشعرية عند الأطفال تحت السنتين التهاب القصيبات الحاد أكثر الإنترنت التنفسية أكثر شيء الفئة المتأثرة بهذه الأطفال تحت السنتين طبعاً السبب الرئيسي هو الظروف المعيشية السيئة مثل ما نشوفه بالمخيمات واستخدام وسائل التدفئة غير الصحية الغازات والأطخن المنبعثة من هذه الوسائل التدفئة هي السبب الرئيسي تزداد الاحتياجات الإنسانية الأساسية فيما يربع على 1800 مخيم في ريفي إدلب وحلب حسب فريق منسيق الاستجابة تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة وتشكل موجات البرد والصخيع وعدم قدرة الأهالي على توفير مواد التدفئة اعتماد النازحين هنا على استخدام النايلون والبلاستك للتدفئة نعكس سلباً على صحة الأطفال والبالغين وأدى لانتشار أمراض تنفسية بعضها أصفت بالخطيرة في هذه المخيمات مصطفى الخلف الرافدين ريفو إدلب